كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا مولانا الملك هادد بن بدد الكبير ما الذي أتى بك يا طيفور عندي بشارة طيبة يا مولاي قل ما عندك واختصر أخذنا أربع سفن جديدة أربع سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة خذوا كل السفن غصبا من أصحاب يبدو أن عاصفة تنتهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا صق؟ أطول أشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هدد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه؟ ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحدا فليعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاح وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان روحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيرا من ناس هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهم السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحا من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجرا حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خاربت السفينة سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا سكر كيف سنأكل؟ ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئا يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان؟ أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها مننا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا هذا بفضل الخضر لو لأنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صند أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غادر السيدنا موسى السفينة سندنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيسور؟ حيسور؟ أين أنت يا صغيري؟ اخفض صوتك قليلا يا إلية أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام؟ لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك أرجوك أن تبحث عنه قلبي يحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك معي حلوى كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيسور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة حيسور أجبني النجدة ماذا جرى له؟ هل أغمي علي؟ بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قتله؟ لا أدري ماذا حدث لوالدي؟ لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمض عيوننا في لعبة الإختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إلي ألا زلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتله يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا لماذا سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهم سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب مزاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما أحتجد ما إلي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابقى بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير نعم يا سيد عميهود يا مشكاح السعر مرتفع لن تبيع شيئا ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبينا يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح مات؟ لا 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 لمن تتركنا يا أبي؟ هذا الصراخ يؤذي الميت يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال نعم علينا أن نفكر في دفنه أولا ولكننا صغار ونحتاج إلى معاونة بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة كان بودي أن أقف بجانبكما ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى ها يذهب إلى جار آخر بإذنكما حرارة الشمس تضر صحتي هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا سنحاول مع آخرين وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا آه تعبنا اليوم كثيرا المهم أننا دفلنا أبانا وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز حسنة قليلة لامرأة مسكينة ليس لدينا ما نقدمه لك لا يا خالة انتظري لدينا بعض الخبز والماء صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء لكنه يصلح للأكل شكرا على كل حال سأموت من الجوع يا أخي لا تذكرني بالطعام أرجوك ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو ري الأغنام أو أي شيء أفكر في السفر وهجر تلك القرية لا كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه نبيعه ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليه السلام تلك القرية وطلبا طعاما لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما يا للعجب إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء مهما يكون من أمره فلن نعطيه شيئا إلا بأجل سمعان سمعان استيقظ بسرعة ما الذي حدث؟ جدار البيت فيه شق كبير هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة انظر انظر بنفسك يا ربي سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه لنسرع إذن إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات ونحننا لم نكش شيئا منها نسأل الجيران الجيران مرة أخرى لن نخسر شيئا فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه ألم أقول لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة لا فائدة هيا هيا بنا يا سمعان هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتين رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة والآن يأتين صبيان يطلبان المساعدة ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه وسيدنا موسى واقف ينظر إليه متعدبا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا شكرون استيقظ بسرعة انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ كيف يفعل ذلك؟ وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس لا أدري المهم أنه أصلح البيت ووصل الصغيران إلى سن الرجولة آه بيتنا الحبيب مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو الحمد لله أفاض الله علينا بالخير العميم ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم ولكنني أنتظر وانتسبقني فأنت الأخ الأكبر في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء افسحوا لي الطريق ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ اصخروا مني اصخروا سأذهب إلى الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهم ليبني بيتاً أكبر منه وأوسع وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالاً بالبيت الجديد إذن نأتي معك بكل تأكيد الجار للجار بيت جديد وطعام للفقراء خسارتان في يوم واحد ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون لا أشعر بأي تعب يا أخي ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر إنها ليست صخرة انتظر انتظر حتى أساعدك إنه لوح ضخم من الذهب كان أبوكما غنياً الآن عرفت أين وضع ثروته انظر إليه جيداً إن عليه كتابة أستطيع أن أقرأها بوضوح اقرأ بصوت عال عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن يا الله هذه النصائح هي الكنز الحقيقي انتظر عليها كتابة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله محمد؟ لم أسمع به من قبل لكنه مكتوب فوق لوح الذهب ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا وإلا غرر الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتع البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيتي لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيدا لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتظر عودة سيد العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبثت نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجلد انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف؟ موتنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لك أن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي يا عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعوداتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحد سبحان من يحيي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهط لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لو لا سيدي أو زير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهمل العمل بها لم يلتفت إلى كل هذا الخير وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون في زمن قديم تلا بعثة نبي الله عيسى عليه السلام عاش غلام صالح في مدينة رقمات كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذو نواسن الحميري ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين وفي تلك الأجواء الفاسدة نمى صاحبنا الغلام الصالح لقد كبر ولدنا عبد الله وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها معك حق الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا ما هذه الفكرة الغريبة إن الكهنة لا يجد نقوت يومهم نريد حرفة لها مستقبل صانع أصنام بائع خمور وزير تفضلي يا أمي الحليب تفضل يا أبي بالهناء والشفاء الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة دعه يدخل ما الذي أتى بك أيها الساحر لقد كبرت يا مولاي وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر لك هذا اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم وحاذر أن يتسرب هذا العلم لعامة الناس لقد اختنقت الحمامة في كم ثوبك أيها الأحمق التالي يا لها من براعة أحسنت يا غلام الفضل يعود لمن علمني وتحسن الكلام أيضا هيا انتهى درس اليوم انتظر أنت يا عبد الله أحسنت يا غلام سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟ لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم آه النجده النجده أنت الساحر الصغير نعم يا سيدي أنا هو أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني ها هو الحبل اجعله يطير إلى حيث ترقد وانقذ نفسك انتظر يا سيدي لا أستطيع فعل هذا إذا ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة لا تستمر في خداع نفسك من تكون؟ أنا الراهب الراهب الذي يبحث عنه الملك ليقتله ألست خائفا أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب إذا صفى بذكر الله هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟ قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيده ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم هذا ليس صحيحا أنت تكذب وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس معك حق يجب أن نفعل شيئا ماذا تقصد؟ الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ هل تنوي أن تواجه الدابة فعلا؟ لا أدري فكر أنت في حيلة تقضي بها على الدابة أنا؟ ستقضي الدابة عليك لا تخافوا إنني أنتظرها اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ إنه ليس إلا خداع اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خط الراهب ويتقرب إلى الله أكثر ويهجر السحر وأكاذيبه سمعت بما حدث هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئا اسم الله وأمر الله هما الذان قتل الدابة بارك الله فيك يا بني اعلم يا بني أنك ستبتلى وربما يعذبونك ويحاولون قتلك من هم؟ أعداء الحق وهم كثيرون وأولهم الملك الظالم أريد منك شيئا إذا أحاطوا بك وكذبوك لا تدلهم علي ولا تدلهم على مكاني هذا امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس قال الغلام شيئا ما وألقى حجرا صغيرا فوقعت الدابة على الفور أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولما تبين بقية العبارة يا له من غلام شجاع هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا وإلا فلماذا لم يقتلها الساحل الكبير؟ إنه أقرب للمعجزات لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة أريد ولدك في أمر خطير لو صدق ظني وعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل لن تخسر شيئا من المحاولة أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصرا هذا أمر لا يستطيعه إلا الله لا أملك لك إلا الدعاء اللهم شفيه بشفائك ورد إليه بصره إنك على كل شيء قدير ما هذا؟ ما هذا؟ إني أرى لا أصدق أرى كل شيء بوضوح كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي يرد إليك بصرك سوف أعطيك نصف ثروتي باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين إلى أين أيها الفارس؟ أريد رؤية الملك فورا الملك في اجتماع مهم ولا أستطيع إزعاجه قل للملك إن رسولا من نجران يحمل أخبارا مهمة ويريد أن يراك الآن هذه أخبار سيئة حدثني عنها بالتفصيل دخل الدين الجديد إلى نجران كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران أكمل حديثك من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله ودخل فيه بعض اليهود وهناك فتنة بينهم كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن يقولون أنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا وسوف يكون تأديبهم حاسما أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه سععف عنك إذا نفذت أوامري تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي لن أضلل الناس لأنال عفوك زيدوه عذابا آه لا إله إلا الله وحده رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين أنت تكفر بألوهيتي تتحداني اقتلوه مولاي الملك هل تأذنوا لي بالحديث منفردين؟ انتظروا ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض هذا كلام صحيح ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا وضح فكرتك أكثر أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول على الحاضر أن يبلغ الغائب أمر الملك الإله يوسف ذي نواس بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين اختيار صائب تفكير حكيم أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما الموت جزاء عادل للخيانة أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه نعم هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس أدام الله فضله على الحاضر أن يبلغ الغائب لماذا يتجهون للجبل يا تورا؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية كما تريدون سأكون أولكم في الصعود هذه مسافة كافية لا سنصعد للأعلى ليكون الموت مؤكدا أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى اقتراح عظيم يا سيدي والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني تعرف؟ ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألا استخائفا؟ لا يطمئن قلبي بذكر ربي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الجبل يهتز النجدة ألا تذبع الجنود إلى رحلة الصيد؟ بل ذهبت حيث أردت ولم يقصر جنودك في آداء مهمة لكنها إرادة الله كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء فزلزلت الأرض من تحت أقداميهم وسقطوا جميعا بينما نجوت أنا بفضل الله وحده لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرض بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ اقبض واريه هذه المرة لن ينجو يا مولاي سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة ولم يعد أحد منه حيا ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي رأي الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا أرأيت؟ سنهلك جميعا أعد قارب النجاة لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحر ويوم الهول العظيم الله هو المليك المقتدر أيها الرساق أصمت كمّموا فماه اللهم اكفنيهم بما شئت أنا أجدى عندي أخبار سارة يا مولاي ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد وجنودي وتجارتي هلكوا أيضا هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها لن يتهمك أحد بقتله ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟ ماذا؟ أنت حي؟ نعم كما ترى هذا أمر الله ولن أموت إلا بمشيئته وحده إذا كنت حريصا على موتي فسأدلك كيف تقتلني هل أنت جاد في كلامك؟ نعم ولكن عليك أن تنطيعني في كل ما أطلبه منه لست مقتنعا بما سيحدث يا مولاي إنه يسخر منا أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه لا يهمني لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية وأن أصدق وعده لن يأتي يا مولاي صدقني بل سيأتي ها هو أيها الناس الملك ذو نواسن حمياري يريد أن يقول لكم كلمة لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب إلزموا الصمت نفذوا الحكم صوبوا عليه من يرديه قتيلة فله مكافأة عندي أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم لست ساحر إنما أنا عبد من عباد الله أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم سأقتلك برمح أب الملك ذي نواسن الحمياري لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي وأنت تدعو بصوت عان باسم رب الغلام هذه الأسهم غير حادة إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة إذا أردت قتني حقا فنفذ ما قلته لك باسم رب الغلام يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع باسم رب الغلام اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك أشهد أن لا إله إلا الله الموت للغلام الخائن رددوا معي الموت للخائن أمنا برب الغلام أصمتوا قل تصمتوا مرهم أن يصمتوا سأقتل من يفتح فما لم يجدي هذا الآن يا مولاي الناس ثائرون لمقتل الغلام سأقتلهم جميعا أيها الجنود احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة ومن يستمر على عسياني سألقيه في النار حيا هكذا سيرتدع الجميع أكفروا برب هذا الغلام وأنا أعف عنكم حسرا أنتم تستحقون العقاب اقلفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة مسيح نبي الله لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا يا امرأة تحركي أه أتحرك هنا طفلا رضيعا وأمة وإلكم أصمت أنت أن يخذفها إلى الأخدود كيف يطيق هذا الصغير العذاب يا إلهي ماذا أفعل اسمري يا أم أنت على الحق الرضيع يتحدث لا إله إلا الله ألقوهم جميعا في الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنان ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل ورواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا يا يرام كيف حال عملك الآن؟ هذا ما جئتك من أجله يا سيدي فلكي أغزل العباءات الثقيلة وأبيعها أحتاج إلى الصوف هذا شيء طبيعي فماذا لو أعطيتني الصوف عندما تجز الغنم ثم تشاركني في الربح؟ لا 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 أنا لا أضمن رواج البيع من عدمه أعطني ثمن صوف دنانير ذهبية كم تريد إذن؟ ألف دينار ولأجلك أنت تسعمائة فقط حسنا عندما يتوفر المال سآتي وأشتري منك الصوف سأنتظرك يومين فقط فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك آه أعدي لنا شيئا من الطعام يا أبرشة والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء والعمل أليس في كوخنا شيئا نبيعه؟ ونشتري الطعام بثمنه لقد بعت كل ما يفيد عن حاجتنا من ملابس ومتاع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا سأوجد نفسي للعمل حطابا ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا وما قيمة ذلك؟ وأنا لا أجد الصوف لأغزل به أنت تحتاج إلى ألف دينار لتبدأ تجارة رابحة التمزحين؟ من أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلا يدعى أريال يقرض الناس دون ربا وأين يقتم هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه حسنا سأنهض على الفور لأبحث عنه معذرة أني جئتك يا سيد أريال في هذا الوقت المتأخر لا عليك فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام سمعت أنك تقرض الناس دون ربا وأنا أريد أن أبدأ تجارة ولا أجد رأس المال كم تحتاج؟ ألف دينار إذا أمكن حسنا سأحضر لك المال الآن؟ أقصد أننا وحدنا وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهودا على القرض لننتظر إلى أن يأتي الشهود كفى بالله شهيدة إذن أحضر كفيلا يكفل لك مالك كفى بالله كفيلا لا أدري ماذا أقول لك؟ عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير طابة هذا أجل مسمى بيننا وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك لحظة وأحضر لك الألف دينار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه لقد أتممت صناعة العباءات كلها الحمد لله ولكننا لم نبع واحدة منها لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذل أقصى جهدي في غزلها لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها المفروض أننا في فصل الشتاء لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار هذا حظنا ونصيبنا والحمد لله على كل حال اسمع يا زوجي لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر آه فكرة لا بأس بها تستحق المغامرة أنتما لم تدفع أجرة الركوب سندفع كم تريد 100 دينار من الذهب أنت تأخذ 20 دينارا فقط من كل راكب أنتما اثنان وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن ثلاثة أشخاص هذا كثير ادفع له يا يورام وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال حسنا خذ المئة دينار هيا لتتناولوا الطعام مع الركاب ولكن لا تخشى شيئا الطعام ضمن أجرة السفر تفضلوا أعطني عباء وأنا أيضا وأنا أريد ثلاثة أنا جئت أولا أريد هذه الزرقاء أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس عندنا بضاعة تكفي الجميع السعر موحد 50 دينارا ذهبيا للعباء أسرعي أبرشة وافتحي بقية الصناديق إنني أعمل بأقصى سرعة تفضل تفضل يا سيدي تفضل أعطني النقود إذا سمحت يا له من طقص بارد الحمد لله هذا السقيع أفادنا وروج لبضاعتنا لا تنسى أنني صاحبة الفكرة أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي أخيرا انتهى البيع هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها لا لا أظن أنني سأستطيع النوم لماذا؟ لقد حان موعد تزديد الدين ولكن لا توجد السفن في هذا الجو السيء وما ذنب السيد أريال الذي أقردني المال؟ أنت مضطر والمضطر ليس عليه حرش الأولاد جائعون يا إريال قدمي لهم ما لديك من طعام ما لدينا يكفيهم وحدهم ولا يكفينا نحن الإثنين كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء أنا لست جائعا لماذا تعذب نفسك؟ لتثبت أنك على حق ماذا تقصدين حوفيرة؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرد هذا وتقرد ذاك دون أن تفكر في الغد أقردت الناس طمعا في رضا الله وحده وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به هل تتذكر الرجل الذي أقردته ألف دينار؟ نعم اسمه يارام لقد حان موعد رد المال لك فعلا ولكنه مسافر بالبحر وتقولها هكذا ببساطة إذن هرب بمالك ولن يعيده أبدا لا تسيء الظن بالناس يا زوجة الحبيبة أنا واسقة أنه صافر ولن يعود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من دين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر أوه ما هذا الجزع الضخم آه فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى سيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه اللهم أني السودعت كديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله أما تصرفت بحمق وتسره؟ هل تريد رأي؟ طبعا أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تجتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تنسى أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار آه ما زال أمامنا عمل طويل إطمئن عشرات النساء يريدنا شراء المزيد من العباءات ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام سوف يعود لك بالنقود؟ نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان يا لك من مسكيد الشرف والأمان لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفاءل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يرام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجرى راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه ما لي؟ لكنك أعطته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا آه لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك أن لا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ آه إنها ما أحتاجه لإشعال النار لقد وفرت علي الاحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حوفيرة ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام آه ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقترضها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا هل العجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسننا التوكل عليه فأكرمنا نحن الإثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا